الفيفا يعاقب منتخب مصر بخوض أول مبارتين له خارج القاهرة في تصفية المونديال المقبل على خلفية الاعتداء العافلة منتخب الجزائر البداية إذن بقرارات الفيفا حيث أقرت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم عقوبة على المنتخب المصري بخوض مبارتيه المقبلتين في تصفية كأس العالم 2014 خارج القاهرة بمئة كيلومتر على خلفية الأحداث التي رافقت منبارات منتخب مصر والجزائر في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني الماضي كما عقب الاتحاد المصري للعبة بغرامة مالية بلغت مائة ألف فرانك سويسري أي ما يعادل سبعة وثمانين ألف دولار أمريكي بعد الاعتداء على حفيلة المنتخب الجزائري في القاهرة بالمقابل اعتبر الفيفا شكوى الاتحاد المصري ضد الجزائر بما سمي بأحداث أم دورمان بغير المؤسسة والتي اشتكى فيها المصريون بغيرات جزائرية على جماهيرهم في الخرطم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر